نروح لخبر تاني ورئيس الوزراء بيتفقد التابوت المذهب للملك توت عنخ أمون بعد نقله للمتحف الكبير تفقد الدكتور مصطفى مدبوني رئيس مجلس الوزراء بالأمس بصحبته وزير الأثار الدكتور خالد العناني ودكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار واللواء عاطف مفتاح المرشف العام على مشروعات المتحف المصري الكبير التابوت المذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ أمون وذلك بعد نقله للمتحف المصري الكبير من مقبرة الملك في وادي الملوك زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة شكل التابوت في سياق متصل عقدة ودارة الأثار صباح اليوم مؤتمر صحفي بتوضح مكونات هذا التابوت حيث يعد هذا التابوت أحد التوابيت الثلاثة للملك الشاب وتم اكتشافها في غرفة دفنه في عام 1922 والذي تم نقله للمتحف المصري الكبير احنا كنا هناك في هذا المؤتمر هنتبع مع حضراتكم أجزاء منه في التقرير اللي جاي في حرم المتحف المصري الكبير وأمام مركز ترميم الأثار أعلن دكتور خالد العناني وزير الأثار المصري عن بدء أعمال ترميم وتعقيم تابوت الملك توت عنخ أمون موضحا أن عملية نقل التابوت المذهب للملك توت عنخ أمون تمت لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922 وجاءت بهدف إنقاذ التابوت من التلف وعرضه ضمن افتتاحات المتحف المصري الكبير نهاية العام المقبل الضيوف العزاء يشرفني أن نرحب بكم في هذا الصرح الثقافي الضخم المتحف المصري الكبير الحلم الذي بدأ يتحول إلى حقيقة الحمد لله المتحف شهد طفرة كبيرة جدا في الثلاث سنوات الماضية وبالتحديد من منذ بداية قيام الإشراف الهيئة لأندسان القوات المسلحة بالإشراف على المشروع لنصل النهاردة لنسبة إنجاز في العمل فوق التسعين في المية تم نقل أكتر من 48 ألف فتعة أثار وملتزمين مزارة الأثار والهيئة لأندسان القوات المسلحة بالانتهاء بإذن الله من المشروع والافتتاح في الربع الأخير من 2020 كما أعلننا قبل ذلك دخلنا إلى حيث يوجد التابوت المذهب وسألنا الخبراء حول عملية استخراج التابوت من مقبرته بوادي الملوك ونقله إلى هنا وما الذي طرأ عليه ويحتاج لترميم وما الوقت المحدد للانتهاء من هذه العملية طبعا إحنا ليه جبنا التابوت هنا؟ التابوت أولا يعتبر واحد من المجموعة الخاصة بالملك توت عن خامون إحنا التابوتين التانين الموجودين أو معروضين في المتحف المصر إن شاء الله جايين للمتحف الكبير التابوت كان لازم يطلع من المخبرة بأي شكل كان لأن التابوت مكانش ينفع يقعد أكتر من كده مينفعش يقعد أكتر من كده ليه؟ بسبب الحالة اللي شايفينها حضرتكم هل التابوت الحالة اللي كان فيها دلوقتي أو اللي موجود فيها دلوقتي؟ هي الحالة كان موجود بنفس الشكل كارتر لما اشتغل على المخبرة كان في مشاكل في التابوت والمشاكل دي محدش عليها من 1222 طبعا إحنا عشان نطلع التابوت خد مننا موجود كبير جدا جدا بعدما رحنا المكبرة أعملنا عملية رفع للتابوت لقينا صدمة كبيرة جدا في حالة التابوت اللي هي سيئة اللي ما كناش متوقعينها بالمرة بتتمثل فيه انهيار طبقات التزهيب وبعض الشروخ اللي هي موجودة في التابوت أعملنا بعد الإجراءات اللي هي السعفات الأولية أو الترميم الأولي للحفاظ على الكشور والحفاظ على الشروخ من التساقط عشان نقدر نحمي التابوت والصور هنا بتوضح حالة التابوت داخل المكبرة قبل عملية النقل اللي هي التلف موجود قبل عملية نقل التابوت برضو حالة التابوت كانت سيئة جدا وديت صور تانية داخل المكبرة سواء كانت فيه الغطاء أو فيه التابوت نفسه بتوضح فيه مظاهر التلف دي طبعا انهيار كامل في طبقات التزهيب اللي هي خاصة بالتابوت وطبعا فيه طبقات من القطن كانت موجودة داخل التابوت فدي برضو سعر تعليقه عوامل التلف اللي هي موجودة في التابوت الصور برضو بتوضح مظاهر التلف اللي هي الكبيرة اللي موجودة في التابوت وحالة التابوت بعد إحنا ما رفعنا الغطى لقينا فيه انهيار برضو كامل من داخل التابوت في طبقات التزهيب وفيه ضعف شديد وفيه شروخ عديدة بدأنا عملية الباكينج واستخدامنا وحدات ضد الاتزازات أثناء عملية النقل عشان نحمي التابوت تم عزل التابوت علشان نضمن أن ما فيش أي إصابات حشرية أي إصابات حشرية تنتشر في مركز الترميم وفي نفس الوقت في منطقة الحجر بعد كده بعد أسبوع من حجر التابوت وتأكدنا أن فيه إصابة حشرية بدأ يتنقل لتعمل أمباكينج في منطقة التجيز ويتنقل لمعمل الأخشاب عشان نبدأ عمليات الفوموجيشن أو التعقيم بالغازات الخاملة أثناء الإعداد لعملية التعقيم تم دراسة التابوت فحصه بالأكس راي فلوريسنس أو بتفلور الأشعة السينية بالإضافة لدراسة مظاهر التلف بالمايكروسكوب الديجيتال مايكروسكوب وكان الهدف بالتصوير باليو في والآي آر إمجينج وكان الهدف أن نشخص كل مظاهر التلف بشكل دقيق علشان نعد خطة العلاج لحد ما تنتهي عملية الفوموجيشن اللي هتستمر إن شاء الله لمدة 3 أسابيع والهدف من العملية دي تتخلص تماماً من كل الإصابات الحشرية علشان نبدأ عملية الترميم واللي تم تحددها إن شاء الله تكون في خلال من 6 إلى 8 شهور تم إنجاز أكثر من 90% من أعمال وإنشاءات المتحف المصري الكبير الذي يقع غرب القاهرة مع قرب الانتهاء من نقل أكثر من 5000 قطعة أثرية تخص الملك توت عن خآمون وحده من بينها التبوت المذهب والعجلات الحربية